الآن اللي يولد يطلق للشارع الشارع ما يربيش أستاذ مروان إحنا بكري في سنوات السبعينات والثمانينات وقبلها الأجيال تح هذا الوقت خرجت ما تربي علاش الأب يربي الأم يربي الجار الجار يربي الخال يربي العام يربي الصهر يربي الجار على سبعة ولا على ربعين جار يربي كل هذا الأصناف اللي ذكرت هالك تنازلوا عن دورهم في طبية الناجعة وطركوا الأمور طركوا العنان للشارع وش موجود في الشارع انت العائلة اللي عندها زوج ولاد ولا ثلاثة وساكن في عمارة وطالقوا ولده في عمره 13 و 14 و 15 و 12 صهران البرة في الشارع على الـ 11-12 تعليل وش تنتظر منه يجيب لك من برة وش تنتظر منه يجيب لك تنتظر منه يروح لك سكران ولا تنتظر منه يروح لك من هلوس شرب ولا كلا ولا استهلك مخدرات إذن واجب التربية حتى نساهم في تقليل من هذا الظواهر الاجتماعي نحن لنوذي يقول دولة دولة لعبة بالدور تحها دولة لعبة بالدور تحها فيما زال حماية الأشخاص والممتلكات وتوفير الأمن والساكنة الأسترالي ما هيش قايمة بالدور تحها الأسترالي ما هيش قايمة بالدور تحها إذن مسألة مكافحة هذه الظواهر الاجتماعية لا تقف عند القانون وحده برك موش غير الردع برك والتربية نهار نعرفه الربية ولدنا ما تخافش على ولدك نهار تحرص على تتبع سلوك تع ولدك ما تخليهش يخرج في الليل ما تخليهش يصح بناس وانت تعرفهم في الحي باللي يتجدروا في المخدرات ولا يستهلكوا في المخدرات حتماً سيعقك بهذا الفعل لأنك أعققته بهذا الفعل صح لما احنا نتنازلوا احنا نتنازلوا على هذا الواجب هذا نتعطر بية الناشياء ما تنتظروا له أستاذ مروان انتظر من ابنك يتكيف المخدرات والمهلويسات وانتظر من ولدك يرتكب جرائم البرة وانتظر من ولدك يرتكب جرائم حتى على أخوته وعلى أخوته وعلى والديه داخل الدار إذن كل الأمور مبنية عن الأسرة إن صرحت الأسرة صرح المجتمع وإن فسدت الأسرة فسد المجتمع